موسيقى عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل اليوم حبيت انوتكم بحواجة حلوة للصهرية كما تروا ماشاء الله اعملت لكم البقلية والتركية المبرومة ماشاء الله حاجة تعمل الكيف حواجة مش تهي برشا ان حباها الناس الكل كما تنجمت حضرها سهرية رمضان كما عملت ايني وإلا زادة اللحلوة العيدة علش لا وإلا هيكاية كان عندكم مناسبة بالحق حاجة تعمل الكيف مشخشها كاي بالفاكية اكل عسل ماشاء الله يشرح واقفة على عسل المتاحة اكيد مش نعطيكم طريقة تحضير الشحور وليدوا يتعي الكل كما تنجمت حضرها باللوز كما عملت ايني وإلا زادت نجمت حضرها بأي نوع فاكية متوفرة عندكم كما تنجمت حضرها بالفصدق بالبثريوة وإلا حتى بالكاكوية أعلش لا بنا بالحق نودكم قولا شهيكم ما شاء الله تعمل الكيف نتمنىكم اتجار بها يلا تو تابعوني للخر بش نواريكم طريقة التحضير وإكيد كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بار شجمات وتشاركوا في قناتي بش يصلكم كل جديدي أول حاجة بسم الله بش نتعدى نحضر الشحور بنسبة للشحور نحضره أول حاجة بعد نحطه على جنب ونتعدى ونحضره البقليوة متاعنا هونيا للشحور خذت زوز كيسان سكر الكاس المقدار متاعه 200 جرع زوز كيسان سكر بش نضيف عليهم كاس متاع ماء يعني اشتر كمية السكر ماء وطو باش نحط القارس بتبع عصره قارسة كي ما تكثروش بما أنها الكمية مهيش كبيرة برشا وباش نحط الكاسرونة متاعي على الجاز نحطوه الشحور يتيب على نار هادي وردوا بالكم نار هادي على اللخن خليوه يتيب واحدة واحدة وبعد حصيلوا أتروا عليكم القوام كيفاش يزم يكون بالنسبة للشحور هذا حاشتنا بيه شحور البقليوة ميزموش يكون محلول برشا يزمو يكون عاقدوا شوية باش البقليوة متاعنا تبقى لنا تبرق وتبدأ هكيه ظاهرك العصر المتاحة من الفوق والكل وطو في الوقت اللي شحور متاعي قاعدة تيب باش نتعدى انو عليكم كيفاش باش نحضر الزبدة الزبدة هادي باش نستعملها كسوسوية يعني الورقة وإلا زدها باش نستعمل منها شوية للحشو باش نو عليكم كيفاش نحيلة لحليب متاحها حاجة مهمة برشا باش تبقى لنا أكثر وقت البقليو من جرالة حتى شي نوك العملية هادي مهمة برشا تعملها تحضروا الزبدة متاعكم خذت ميتين وخمسين جرام زبدة باش نحيلها لحليب متاحها باش تكون تولي يعني زبدة منزوعة الحليب بالنسبة للعملية هادي تشبه البارشا للبردنوازات اللي هي زبدة البثروة اللي نستحقها للحلويات التونسية نخليو الزبدة متاعنا تغلي امليح مليح لانك الحليب الكل يتحرق وتوليو تلقى تراو يعني كان في زبدة صافي كما تراو هكاي زبدة من غير حليب كما تراو بدأت تشكشك هكاية هذا يدجاء القوام المطلوب اللي حاشتي به ما حاشي شباه لونها يغماق برشا ميهش بردنوازات خاليا هكاية جوستانية نحيت لها الحليب هذي تسمى زبدة منزوعة الحليب باش يعني كما قلت لكم تستحضرنا على البقليوة وكل ورقة تبقى هكاية تبدأ تتقرمش وزيد طبقاننا اكثر وقت وتاو حبيت انواريكم اللوز اللي باش نخدم به البقليوة متاعي هوني بنسبة لكمية اللوز خذيت 500 جرام بقشورو كما تراو هكاية باش ندخلو الفور باش ندخل نعرجو حكاية تسعة دقايق كيكا عشرة دقايق ماكسيموم ردوا بالكم ما تحطوش يعني نارة قوية جوست باش يتنحن دي متاعه وتبدأ يريح توفاوحة بعد في البقليوة متاعنا نعرجوه ذب الله وبعد باش نرحيه يعني دبما نعرجو وبعد نتعدى نخدم البقليوة متاعنا حبيت هكاية باش ما نتواش عليكم الفيديو وبطبيعة نواريكم اللوز متاعي بعد ما عرجتو ورحيتو كيما تراو لونو ماشاء الله لونو هكاية مقبول ذهبي ميز بكمش تحمروه برشا رحيتو زدما رحيتوش يعني يكون هكاية كيما نقولو بودرة خليتو هكاية يكون قاسية شوية باش يبدأ ظاهر في البقليوة متاعنا وطو بالنسبة للوز باش ننضيف له زوز مغارف اكبار متاع سكر ومحور متحطوش برشا سكر على دجاع على الرطل لوز زوز مغارفة خاطر بعد البقليوة تشحر وكل من حبواش تبدأ حلوها برشا باش نكمل ننضيف مغارفة متاع فارينة أستويس هبية مهمة عالاخر مغارفة الفارينة تخلينا هكاية اكل لوز ما يبدأش محثر باكاية وتبدأ البقليوة مرتوبة واللوز باش ننضيف للا الحشو متاعي أربعة مغارف كبار متاع الزبدة اللي سبقوا حضرناها مبعاظنا أربعة مغارف مش أكثرة خاطر ما حاشتيش باللوز باش نردو بات يعني ما حاشتيش بعجينة جوزتكية باش يعطي بنا لكل لوز ويبدأنا ملموم بعد كيف نعمل اللحشو متاعنا باش نكمل ننضيف شوية مي وردة كي حكاية مغارفة صغيرة مي وردة كان معدكم مش نجمة تعوضها بمي العطر شية ونبقى اللم يعني في اللوز متاعي بالطريقة هابي ويعني ما حاشتيش بعجينة يعني كي ما قلت لكم جوزتكية للنكهة لأكثر ولا قل حابت نواريكم التكستير كيفاش يعني قعد اللوز بودرة هذا هو القوام اللي يزمنا نتحصل عليه وطول عند المغاربة اللي بيعوا الحم عند الباكستين وإلا حاصلوا عند التوينسام وهم حاصلوا الجزار انجنيرال اللي بيع الحم تلقاوا عنده وفي تونس اكيد متوفرة في عزيزة الباتفيلو متوفرة بارتو هوني يتاو بش نبدأ انحل لوراقم تعي راهم صنسي بالعالاخر قد من قلكم يعني فرجيلو شوية دجا البيك وهذا اللي اخذته لحقيقة ما عجبنيش حتى ترف لوراق لكل مكسرين حالتهم حليلة حسيلوا حبيت انواريكم كيف تلقاوا يعني باكو يبدأ مثال لوراق متاحهم مكسرين ومتنجموش تتحكموا فيهم كيفاش تحضروا الباقلوة يعني مش بنخسرهم بطبيعة منش مش نطيش الباكو حبيت انواريكم طريقة كيفاش كيفاش كما تراو اخذت الورقة على طول يعني حطي تعطوا لمتاحها وبش ندهنها الكل بالزبدة نحاول ويعني نخلي وش حتى فراغ ندهنها بالباه بالباه بالزبدة بش جينا الورقة بعد مقرمشة وجينا بالحق الباقلوة تتجرمش جيها هاي يعني تعمل الكيف طو بش ناخو ورقة اخرى يعني الباقلوة هذية مش نخدمها بزوزو وراق مش بورقة بحكم كما قلت لكم على خاطر لورقة الكل مكسرين يعني قليل ونلقى ورقة تكون مراجلة دونك الورقة اللولة ندهنها بالزبدة ونحط فوقها ورقة ثانية وستقوني اعطتني نتيجة هاي يعني منظرها ياسر مزيان ميبدأ شكل لوز ظاهر برش على بره طريقة هذي عجبتني برش يعني جيت هكيكا بطبيعتها سبحان الله وجيت هاي لحبت هكي نفيد باها طو الورقة هكي اللي حطيتها يعني من الفوق زادة كيف كيف بش ندهنها بالزبدة نحاول ندهنها بالباه بالباه دجاء ما شاء الكمية لحضرتها بتاع الزبدة هذي تكفيلي البقلي والكل طو بش ناخو اعصاء تكن عندكم العود هذي اللي تخدمو بيه الحلويات انجنيرال وبش نبدأ اللف لورقة متاعي نعمل لف اثنين ثلاثة بالضبط بالطريقة هذي وبش نحط اللوز بالنسبة للوز نحط كمية به ما نخلي وش يعني الوراقة كهو نحاول نحط كمية بزايدة كم تا اللوز بش جينا بعد كعبة البقلي وتجينا ماشالا كيم شخش خامل داخل متبديش اوراق متاع فلو اكهو كما تروا دجاء الطريقة سهلة برشا نكملو نبرمو للاخر البقلي ومتاعنا وبعد بش ندهنها بالباهي من الفوق زادة بالزبدة نحاول وحسيل وزادها حتى كيف نكملو ونحضرها ندهنها بالباهي وبش نكمش بالطريقة هابي هي دجاء في العود هذاك اللي ختمت عليه نكماش ها بتبيع بنزلوش برشا بش متكسر وطول طول بش نحطها في الطبق اللي بش نطيب فيه بالنسبة لأي سبقت كم بالأحداث وحضرت دجاء يملو الكعبات بحكم تعبون على الاخر والوراق مكسرين كما قلت نتحيل معهم ونسيز فيهم لان يعني تحصلت على وراق بهين بش نواريكم الطريقة كيفاش تكون العملية سهلة بقيت هكي نحضر بنفس الطريقة وكي ما قاعد نشوف مفاه حتى شيء دجاء بش نواريكم يعني كعبة اخرى سهلة مهلة ودجاء ما شاء الله يعني باكو كامل يطيح لكم الخير والبركة وحتى كمية اللوز كملتها يعني هذك عليش الكعبة يعني عبيتها باللوز هكي جيتني مشخشخة كعبة البقلية والكل كمية اللوز 500 جرام كملتها يعني الكل باكو في لوق عليها 500 يعني كان تحبوا بالطبيعة الكعبة متاعكم اجيكم معبية باللوز نجمو كما قلت لكم تعملها بالبثروة نجم تعملها بالبيستاش تنجمو طريقة سهلة عالاخر كل ورقة ندهنها بالزبدة نحط فوقها ورقة اخرى وناخو هذك هو بتبيعته العودة اللي نخدم به ونبقى هكيك نلوي ونوسعه بيننا بطبيعة خطرها كما قط لكم فرجيل عالاخر ونحط لحشو متاعي وبعد يعني نكمش اللوراق ونحط هم في التبقلين نكمل يعني الكعبة الكل بنفس الطريقة وكما وردتكم جيدت شوي وصعبين لأكثر أولاق المفاحة شيء كما ريت ويعني طريقة التحذير متاحة سهلة برشا هوني يا ساية بعد ما كملت حضرت الطبيقة متاعي كما ترون ان شاء الله اتباق هكي مليان كملتو بنسبة لطباق هذي الكوبر متاعه 25 على 25 حسين لوجيكم مقدود وقد قد يعني دجا اتباق هذي موجود في تونس أون جنيرال تلقوه وين يبيع المستلزمات الحلويات اتباق البق لي كيلو كما نقول وطاق باش نبدأ نقص كعبات البق لي ومتاعي بالنسبة لأي انا حبيت هكي بالضبط يعني استعملت المسترة بالضبط الطول متاع الكعبة باش يكون 7 سنتيمتر حسين كما تحب انتو ما تحب ها اكبر اصغر لكم حرية الاختيار وبقيت هكي نقص في الكعبات بالطريقة يعني تشتكم خير ربي وزيد هكي تنجم وتعاملها كما قط لضياف كما كان عندكم حسين ومناسبة ولا حاجة كمية هاي لابس بها طيح لكم في الاخر بعد ما كملت قص الكعبات الكل باش ندهنهم بالزبدة اللي تبقعت لي وين تحط زبدة اكثر وين جيكم ريحتها فاة وحبرش وتجيكم بعد تجرمش اتهبل اكا هاي هي البقلة ومتاعي حاضرة سهلة مهلة مفا حتى شي طيب باش ندخلها تطيب على درجة حرارة 180 خليها تطيب يعني في الوسط في الفورم تاعنا النار تشعل من فوق من لوتا ودي ما تردوا بالكم تعس عليها يردوا بايكم تحرق وهاش يزم يكون لونها ذهبي ونرجع لكم طول الشحور يعني طاب كما تراو حتى لونه تبدل هكا يصفار شوية حبيت انفيف قطرة هكا يمتاع ماء ورد باش تبدأ ريحته فاوحة دجا احنا البقلة وحط نفاهم ماء الورد تبدأ ريحتها فاوحة عالاخر ومع الشحور زادة وكل باش نخلي شوية بيزموش يكون جاري بالعكس يعني كما تراو هكاية كيف نشكله خط متواصل بين سوابعنا يتشكل معانا يعني يكون هكاية عقد شوية هكاية البقلة ومتاعكم جيكم ناجحة ويقعد لكم يبرق يعني حتى جمعة حتى اكثر ما يتيحش الشحور فيسع فيسع ما تخافوش ما ما يبدأش يبس وما يبدأش حاصيل وشيد روح وبرشا كهو هذا هو دجاع الشحور متاعي حاضر اللي تحضر البقلة ومتاعنا وطو ارجعت لكم بعد ما طابت البقلة ومتاعي خرجتها من الفور كما تراو ما شاء الله لونها ايشهي خليتوا لونها ذهبي خليتها طيب في عقلها وحدة وحدة وصعت بالي طبقة هكاية الطيب من اللوطة ومن الفوق ويبدأ لونها يسر مزيان طو طول طول وهي سخونة اول ما خرجتها صبت فوق الشحور هي تبدأ سخونة والشحور يبدأ بارد شوية عادي ما يقلق الشحور مش لازم يكون سخون المهم البقلة ويجب تكون سخونة طول طول يعني ملفور تصبوا عليها الشحور متاعكم بنسبة الكمية الشحور نصبها الكل يعني متخفوش خاطر انتو ما تصبوا هي تشرب تبدأ سخونة تشرب بكاية وجينا معسلة من داخل وما جيناش شايحة تحاولوا تحطوا الشحور متاعكم من الاجناب الكل من الوسط متخليوش يعني كعبة فيها وكعبة لا تحاولوا حصيلوا تقسموا الشحور متاعكم بالتساوي على كبر التبق الكل وهكي ككل بارتية تحسها ناقصة تزيدوا عليها بشوية بشوية وفي الوقت طول طول باش انزا ينهى بالبيستاش مدام الشحور حاصلوا يبدأ كي جديد يشد لنا حطيت كل الكعبة انزا ينهى بشوية ببيستاش يبدأ منظرها مزيان تنجمو تزينوا حتى باللوز علش لا حاصلوا انتو ما اتفنوا وزينوا كيما تحبوا وتشتهاو اكا هاكا تكون البقليو متاعنا حاضرة كيما قال لنشري هم اللي بات سير بتضبط حتى ابنوا اكيد حاش تدار وحدها بالحق نودكم ونشاهيكم طول نخليها تبرد كمبلت ما منمسو هاش جملة تبرد هاكا على الجنب وبعد حاصلوا نخرجها من المتبقة متاحة تخرج معي دجا فاصيل ما بعد ما تبرد وماشاء الله كيما تراو هاكا كانت طريقتي في التقديم معا كويستايل الصهرة بالحق من ابن ما تاكلوا ودجا من المنظر قاعدين تفهموا في البنة وفتشخشخة متاحة جيت هكاية معبية بالفاكية واقفة على عسل المتاحة تبرق تعمل الكيف حابت نواريكم كيكعبة عن قرب ما شاء الله كيفاشا كي معبية باللوز مشخشخة وزيد الريحة ريحتها فوحة اتهبل وطو ما بقالي كان قولكم بسلامة ان شاء الله يارب تكون عجبتكم وصفتي لليوم وتجربها اكيد وكما العادة والعويت اللي جربت الرسات متاعي نستنى لروتور متاعكم على الباج انستغرام بسلامة واستنقوني باذن الله في فيديو جديد وشاهية طيبة لكم الناس الكل